المشاهد هذه ليست لحي في منطقة النائية بل هي لمنطقة الجمعية في مركز مدينة الرمادي في محافظة الأنبار مظاهر الفساد والإهمال بحق سكان المنطقة تتكلم عن نفسها والسكان سئموا وعود المسؤولين بتوفير الخدمات الأساسية للمنطقة هذا الآن تفضل هذه 2021 منطقة الجمعية مركز المدينة أنا أحكي شي حقيقي أنا في محافظة الأنبار أبو الإعمار يجي يزور ويقول لها تعال يا مدير المجاري تعال يا يا المسؤول هاي شرية ليش أنا ما أحد قايل بيها أحنا دا نقول لك بيها ودا نوثق لك الصور وخلف جامعهم معروفة منطقة الجمعية أخي بلينة والله العظيم بلينة استمرار عدام الخدمات دفع سكان منطقة الجمعية إلى توجيه رسائل صارخة إلى المسؤولين وفي مقدمتهم قائم مقام المدينة والمحافظ متهمين إياهم بالتقصير والانتقائية في الإعمار هذه المدينة من 2009 ولحد الآن أي إعمار ما بيها ناشدنا جميع المسؤولين المحافظ رئيس المجلس كان أحمد الحميد وسلم رشحين نريد من أحد يزور هذه المنطقة يشوفها منطقة منكوبة ما ماكو أصلا مين بهذا المنطقة ماكو سهر مع المقام العراقي يومي على الساعة بثلاثة بالأربعة بالليل يلا نترس مي خدمات كهرباء ماكو تبليد شوارع ماكو من يجينا موسم الأمطار اعتبر هذه المنطقة منكوبة هذه المنطقة صار عمرها أكثر من 80 سنة هذه لا تبليد لا مجاري لا كهرباء مثل ما الأوادم أكثر من طفليان النتلا وبسبب الأمطار يلزم التيل ينتل وماتوا أكثر من طفليان هذه المنطقة وهاي المنطقة منسية من الله خلقها لا مجاري لا تبليط الناشد ابشروا عن عيونكم الماء موزين كهرباء موزينة التبليط ماكو بالصف اتراب لا بحديقة ولا بداخل بيته وبالشتاء الماء يصير للركبة ولمن يسأل عن سبب معاناة سكان منطقة الجمعية في الرمادي فيؤكد سكانها أنفسهم أن المنطقة بعيدة عن منازل المسؤولين وبالتالي فهي غير مشمولة بالإعمار وإيصال الخدمات إليها والحال نفسه بالنسبة لجميع المناطق البعيدة عن الوساطات ووسائل إعلام المسؤولين